دكتور أشرف زكي نقيب المهن التمثلية أكد أن النقابة بتعد أول نقابة بتفتح باب الترشح للانتخابات قبل موعدها وكشف خلال مؤتمر صحفي عقده عن تفاصيل انتخابات التجديد النصفي واللي حتقام في مقر نادي نقابة المهن التمثلية بشرع البحر الأعظم نعمل مؤتمر عشان نعلن استعدادات النقابة لانتخابات التجديد النصفي لأعضاء مجلس إدارة النقابة وهيبقى يوم 5 نوفمبر بإذن الله في نادي النقابة هنا في الجيزة شرع البحر الأعظم وأنا بقى أناشد من خلالكم كل فناني مصر أن يكونوا متواجدين يوم 5 نوفمبر إن شاء الله من الصبح لغاية الساعة 5 عشان يجي أدي دورهم ويضلب أصواتهم لانتخاب أعضاء مجلس إدارة جداد وهم عددهم 6 عدد المرشعين 15 وعايز أقول أن تعداد النقابة المسجلين في الدفاتر تقريبا 3700 وشوية والذين لهم حقوا حضور الجامعية العمومية حوالي 2300 أو 2400 عشان الجامعية العمومية تبقى نصابها قانوني بتجتمع بعشر في المية ونحن في انتظار كل فناني مصر كي يشاركوا بدورهم وقبل منهي اللقاء بس أنا عايز أتوجه بالشكل في خامة الرئيس عبد الفتاح السيسي لأنه اهتمامه بالفنان واهتمامه بأسرة الفنان ورعاية الفنان سواء على مستوى التأمين أو على مستوى العلاج والتأمين الساحي اهتمام كبير وليس الفنان فقط بل وأسر الفنان